ومع نموذج من نماذج عطاءات المرأة الإماراتية مشاهدينة والتي تذخر ذلك العطاء حتى في أشد الأوقات وأصعبها ضيفتنا مشاهدين كرام نموذج المرأة الإماراتية السخية في واجبها تعشق العطاء وتكمن ساعدتها في مساعدة الغير وإنقاذ حياة الآخرين وتضميد جراحهم والتخفيف من ألامهم والله لا يرويكم ألام هي أول مسعفة إماراتية درست التمريض في معهد التمريض في أبوظبي وأكمل دراستها في أستراليا تخصصت في طب الطوارئ وتعمل حاليا في إدارة الأزمات والكوارث نرحب الأساذة المسعفة جميلة زعابي أهلا وسهلا بك يا حلا وسهلا فيك حبيب يلا يسلم نورتين الحقيقة تسلميني زادة الله خير مهنتك مهنة فيها الكثير من المشقة إذا جاز للتعبير مشقة مش العمل لكن مشقة رؤية الألم لأننا نحن كلنا نشقى في أعمالنا أو نتعب بله ولكن هناك طبيعة عمل تختلف عن الأخرى حدثيني عن بداية مشوارك كمسعفة وطبيعة العمل ما هي بالضبط والله يمكن هي وجهة نظر أنا ما أقول أنه فيها مشقة أنا أقول فيها لذة وفيها حب فيها عطاء بداية مشواري طبعا أنا كنت ممرضة في القوات المسلحة وسبحان الله يعني يمكن هالجانب أنا ما كان بعد بقولتش أنه كان اختياري هالجانب أنا اختاريته إرضاء الوالدي فوالدي كان دائما يقول حق أختي اللي هي أكبر عني يقولها أبغي أشوفتش نرسة طبعا ريال كبير فكانوا يطلقون على الممرضة نرس فطبعا هي مشتقة من الإنجليزي فكان يقول أبغي أشوفتش نرسة فكانت أختي تضحك يقول تخيلي أنا أشتغل نرسة فتعارفين في الطفولة دائما يكون فيه تسابق في حب الأب ورضاءه خاصة الأبو يعني 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 الأم طبعا ما كان الدلال بس الأبو اللي يخيز على رضاءه فقلت هنا خلاص أنا خلني أخذ هالجانب وأنا بس توية مو من الرضاء عشان يكون شوف أحظى بحب أبوي الحمد لله رب العالمين يعني يمكن هذا فتح لي باب ويمكن كان هالشي مقبوط فيه داخلي حب هالمهنة بس أنا ما كنت عارفتنها درست حبيتها وكثر ما حبيتها حبتني هالمهنة وعطتني علمتني الحب علمتني الولاء علمتني العطاء علمتني إحساس غريب إن إحنا كنا نقول إحنا أمهات بس فيه جانب يمكن ما بواضح لنا خايل مهنة تبرز في كل الأوقات أنت حسين عمرتني الأم والأخت والمسؤولة والزوجة وكل شيء لأنه دائما تعطين تعطين بسخاء وبحب ما تقدرين أنت حتى أنت تبخليني ولا وبجزئية منها أنت الحياة تحسين أنت أنت الحياة أو أنت من يمنح نعم الحياة في لحظة فقد فيها الأمل يمكن أو شبه فقد فيها الأمل أن الحياة انتهت فيأتي من يمنح الحياة سبحان الله طيب أنا أريد أن أدخل في تفاصيل حقيقة تفاصيل المهنة أول ما بديتي مشوارة بديتي مسعفة في وين بالضبط في القوات المسلحة يعني كنت تقدمين الأسعاف فقط للقوات المسلحة أو للجميع لا أنا كنت ممرضة فقط ممرضة ممرضة يعني في قسم يعني في عمل روتيني يعني في دكتور يعني هو اللي يعطي الأوردر وانتي اللي تنفذينه بعتها في مثل ما قلت فيه شيء داخلي متمرد فكنت أكره الروتين بحدي فكان في مثل نوع من التحدي فهذه الأيام لما كنت في القوات المسلحة كان بس أي طلب يطلبون أن السيارة السعاف تطلع لأي مهمة بره كنت أتسارع أركض أطلب منهم أترجعهم من أنا اللي أكون عليها ليش أصبحت أعشق صوت الإسعاف وقت اللي يخوفنا كلنا حقيقة شكتي سبحان الله فكنت أعشقة كنت أحس أن هذا الصوت يعطي الأمل للمصاب اللي يكون فعلا محتاج الكلمة طيبة محتاج أن كنت يدوب له حتى تعدل وضعية معنات أن قد حياته في طلعتها الأسعاف إلى هدف وليس من جرد سيارة عادية أنت كأمرأة طبعا أمرأة مليئة بالعواطف يعني لا شك أمرأة تساوي عواطف صحيح معنا خيار آخر لكن أنت كأمرأة كيف استطاعت أن أنت تطوين هذه العواطف جانبا أمام مشاهد أكيد مؤلمة في بعض الأحيان أكيد شفتي مشاهد مؤلمة أسعفتها لا شك أكيد شفتي الدماء أكيد شفتي اختناقات أكيد شفتي أشياء أحنا مريد أن نعاور قلوب المشاهدين لكن شفتي صحيح كيف قدرت أنت أنت توازنين بين عواطفتك وبين عقلك والدقائق الأولى اللي هي أهم شيء في حياة المسعف صدقين إذا قتلت العاطفة هي كانت دافع لهذا إذا حسيت أن هذا الطفل التعبان ولدك طبيعي بين سرد في مخك كيف أنت أنت تنقذينه الخطأ اللي تمشين عليها إذا حسيت أن هذا ولد أبوك إذا حسيت أن هذا أخوك أختك بنتك فهذا دائما كان إحساسي في كل عمل يطلب مني إنجازه مهما كان جمسة دينة وصولة أي شيء حسين هو حد مني حد مني سبحان الله وأننا نطالع لازم أسوي شيء يعني رب العالمين يمكن أعطاني شيء واختارني أننا أكون في هاللحظة على الأساس أننا أبعث الأمل للشخص اللي أنا رايحت له فأنا دائما أقولهم العاطفة الحب عيالي حبي العيالي يمكن هون اللي أعطاني الدفع الأكبر أننا أوصلي الحمد لله اللي وصلت دخلينا في التجارب أستاذة جميلة دخلينا في التجارب يعني أكيد هناك كم صارت في المجال أول شيء عشان تقريب تقولون أني عيوز طب ملاش ملاش السؤال وإن كان نهزم من واجبنا نعرف كم صارت في المجال سعفة تقريبا من سنة 1995 تبارك برحمة يعني عدينا تقريبا من 30 سنة طيب يعني يعني أعطينا تجاربت شو هي المشاهد اللي لا تنسى بالنسبة لك شو هي أكثر مشاهد اللي مرت عليك لا تنسى في مشاهد كثيرة بس من المشاهد اللي بقولك مشهدين يمكن في بداياتي طبعا كان في حادث انهيار مبنى وكنت مع المصاب هذا حاولت أننا أكونوا ياه يعني لدرجة أننا قمت أقول لأقرأ قرآن على الساس أننا حاول أننا نخفف عنه كان طبعا تحت الأنقاذ وكان عليه السمنت واخذ وقت لما طلعنا حطيت له تحت السمنت الحمد لله رب العالمين أن هذا الشخص أنا قدرت أكون وياه لما طلع بالسلامة ودينا المستشفى بالنسبة لي أنا كان عمل وانتهى عمل أنجزته وانتهى بعد سنتين كنت أمشي في السوق الشارج المركزي أسمع واحد يزقر سستر سستر فأقول لأني يا ربي بعد هني سستر في السوق ففجأة صديت وراي أشوف ريال أسياوي لابس لبس باكستاني فكملت يعني ما فرجع يزقر مرة ثانية وقيفت الطالعة في يعني كان بيبغي يهوي على إيدي عشان يبوسي يا الله يحني استغفر الله العظيم شو اللي صار يقولي أنت أكيد نسيتيني صار الموضوع سنتين بس أنا صار لي سنتين أدورت وأتمنى أن أنا أشوفت يا الله بس عشان أقولت شكرا أنت عطيتيني الحياة من أول ويدي مزين الآن سنة جميلة يعني تعملين في قسم آخر يعني مراحلة في المجال الإسعاف ما شاء الله متطورة في نفس المجال الحمد لله إدارة الأزمات والتوأة حدثينا عن دورتش في هذه المرحلة تحديدا إحنا هذه إدارة طبعا موجودة في القيادة العامة لشرطة دبي طبعا الإدارة العامة للعمليات دورها أن إحنا كيف نتقف الناس كيف نوعيهم كيف نحاول أن نخلي عندهم حدث أمني الله لا قدر له شيء صار كيف ممكن التصرف كيف ممكن الإخلاق كيف ممكن أننا ما أعرض نفسي للهلاك فإحنا نلاحظ دايما المشاكل تبتدي من مشكلة بسيطة وممكن تؤدي إلى كارته فإحنا ما نبغيها توصل ليل كارته نحتويها قبل ما تستوي نحاول أن نحن نسوي سيناريوهات نحاول نطبقها السيناريوهات سواء كانت في المدارس في الفنادق في المرافق العامة على الأساس الناس يكون عندهم وعي ويقدرون الله لا قدر له صار شيء يقدرون يدار كل مشكلة بسيطة سيناريوهات حقيقية يعني إخلاء مبني حقيقي طريق حقيقي صحيح نحن والدفاع المدني نحاول أن نحن نسوي سيناريو على الأساس أن حتى في المدارس يعني الأطفال هذي تحصلين ممكن في المختبر لو صار شيء كيف تتصرف لأنه ممكن يكون صاف أو مختبر بسوء التصرف ممكن تكون المدرسة كاملة بالضبط طبعاً هاي بتكون مش كارثة أنك أنت تفقد كم كبير فنحن نحاول قد من روماً نحن نعلم نسوي نطلع دائماً بأقل الخسايا هم حقيقة يعني أسادة جميلة يعني يريدت أسمع تعقيبة عن النقطتين اللي بقولهم الحين لهم علاقة في المجال هناك نقطتين حقيقة أن هما يعني دائماً ما يشار إليهم البنان في نجاح الإسعاف أو الكارثة إذا جاز لي التعبير بالنسبة لكوارث البانيك يعني البانيك اللي هو الرعب والارتباك الأولي هذا ممكن يعني يزيد الأمر سوءاً صحيح صحيح مليون فلم يصح هي وبالنسبة للإسعاف دائماً يقولون بأن الإسعاف إن لم يكن في الدقيقتين الأولتين من الحادث ممكن جداً أن المسعف تتطور حالته إلى الأسوأ يريد لو تنورينا أكثر إذا إينا نتكلم عن الارتباك طبيعي خلني أقول لك لو أنت كنت يشال لغلاس ماي وتمشين وفجأة ارتبكتي أو شفت يجي تدامج موقف شو بيصير في الماي هذا؟ بيطيح بيطيح فتخيل هذا نفس الشي كأن أنت يجي تدامج نفس السيناريو أنت يجي تدامج شيء إذا ما تمالكتي أحصابك وقدرت أنت تنجزين إحنا دائما نقول إذا ارتبكت خلك مكانك لا تتحرك لا تقدم على خطوة ثانية الخطوة الثانية هذه بتضرك أنت ما تكون مضحية ثانية أبداً لازم الواحد خلاص لأن هنا أوقف مكاني أعطي مجال حق غيري اللي ممكن أنه يتصرف إذا إينا نقول حق الإسعاف الإسعاف أنه إحنا كمسعفين اللي هي العشر دقايق الذهبية على أساس إذا كانت حالة بليغة هذا الشخص يكون خلصت كل شيء ووصلته على الأقل حطيته بسارة الإسعاف لأنه رايح المستجمع العشر الثواني الأولية هذه اللي هي تكون حق الفحص أنك أنت تفحص المصاب من راسح لن ريولة في عشر ثواني عساس أنك أنت تقدر تستنتج شو الإصابات اللي ممكن تكون فيها شوفي مثل يعني لمح البصر لأن هالعشر دقايق أنت تقسمها عشر ثواني فحص عشر ثواني أنك أنت تضمد تشوف تفتح مجر التنفس تسوي سي بي آر إذا احتاج الأمر فعشان شذي لازم تجزئها فأنا بعد أقول أن حتى الدقيقتين هذه اللي زيادة أنا قلت عشر ثواني يعني هاي لدي العشر دقايق أقسمها الثواني يعني مش زاف لازم يكون دكتور طبيب عشان يعرف شو موضوع الإصابة صح؟ أكيد يعني أي حد ممكن يكون مسعف إذا كان درس تخصص لازم لازم يدرس إذا كان تشريح إذا يدرس تنبيض يدرس كل المهام يعني تقريبا دراسة تكون باكالوريوس خمس سنوات نعم حقيقة وصلنا لختام ما أدري كيف مر الوقت سريع أنويات لكن أبغي منك نصائح سريعة جدا إذا سمحتي في أقل من خمسين ثانية للسادة المشاهدين الحركات الإسعافية الأولية المبدئية ممكن تساعدين فيها الأم ربط البيت إلى آخره أنا أقول أفضل طريقة الاتصال أفضل طريقة للإسعاف الاتصال اتصلي على أساس أن في الاتصال أكيد بيفيدونك ويعطونك الإجراءات التي تسوينا لا أتحس بعمري أن أحرف كل شيء وابتدي أبادر في شيء أنا ما أعرفه شكرا جزيلا لك نورتينا وشرفتينا والله يروينا كوارد أمين يا رب العالمين شكرا شكرا شكرا